خلينا نروح للأسباب ايه السبب اللي ممكن يخلي الإنسان في حالة دائمة من الغيرة يعني ممكن إنسان هل في إنسان بطبيعة وغيور يعني يروح الشغل يغير من زميله ويروح الخدمة يغير من زميله والخدام في البيت يلاقيه يغير من مراته يغير من إخواته هل دي بتبقى طبيعة في الإنسان ولا بتكون نتاج مثلا تربية غلط ولا بتكون ايه النفس البشرية حاجة هشة جدا 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 طول ما هي في التنشيئة المبكرة بتاعتها ممكن مقارنة ممكن مدرس ممكن ولي أمر ممكن جدا ممكن جارة كل حاجة بتتقلو وهو طفل بتأثر فيه بطريقة ما فأنا بشعر إنه إحساسنا واحد من احتاجاتنا الأساسية أن نشعر بالقيمة وإحساسنا بالقيمة ده ساحات كتير للأسف بيكون المجتمع بيدينا قيمة على حاجات سطحية أو ماناش يد فيها أو ماناش نعمل فيها حاجة يعني مثلا لو شكلي مش كويس ممكن الناس ما تشوفنيش أساسا ممكن بالعكس لو شكلي قبيح الناس هتعلق تعليقات سلبية ده بيزام يكون بيسحب من رصيد الإحساس بالإيمال اللي عندي أو السقة بالنفس بالزبط أخش مدرسة ممكن أكون مش متفوقة أكون مثلا في هوايات معينة أو مواهب معينة أخويا بيتعلم مثلا بيانو بسرعة وأنا ما بتعلمش أخويا بيفهم كويس قوي وأنا بطيقة الفهمة في المذاكرة طول ما احنا بنكبر الناس أولا ساعات كتير بتقارن يعني ساعات كتير تبصي تلاقي حتى الأهل وهم بيحبوا أولادهم يقولوا أنت ده مش زي أخوه حتى يقول قدامه وتبتدي تقولي لهم من فضلك بلاش نتكلم قدامه يقولك لا لا ده مش فاهم حاجة هو فاهم كويس قوي أن أنت قلت أنه مش كويس زي أخوه أو طفلة مش جميلة يقول إيه ده انت مش طالع الماما ليه انت طالع المين وللأسف الكلام ده بنقوله قدام الأطفال نفسه وتبصي على وش الطفل وقتها تبصي تلاقيه الحاجات دي بتعلم فحاجة بحاجة بتخلي الشخص يطلع عنده إحساس أنه هو بلا قيمة أو قيمته قليلا قوي والمجتمع للأسف بيقولي أكتسب القيمة بتاعتي بطرق ممكن تكون مش في يدي خالص يعني مثلا يا فريدي أنا فعلا شكلي قبيح أنا مش هادر أشتغل على شكلي ممكن أحسن منه بس يمكن مش حوصل لأكتر من قدر معين ممكن يكون المجتمع بيقيمني على فلوسي بيقيمني على درجاتي العلمية بيقيمني على مواهبي وممكن يكون شخص يعني كلنا علينا أن احنا نكتهد أن احنا ننمي الحاجات دي جوانا بس في حتة مش عايزة روحا الأمور في جزء بيبقى روحي وفي جزء بيبقى إنساني الجزء الروحي إن أنا لو عرفت قيمتي في نظر الله وهقول كلمة أوحش كمان لو عرفت قيمة الله يعني ساعات كتير إحنا بنهتم برأي الناس وبنعبد الناس أكتر من عبادتنا ربنا يعني بيبقى رأيك عندي أهم من فكرة ربنا عني يعني مثلا بالزبط أو من يعني هو شايفني كل جميل لكن الناس ممكن ما تشوفنيش كده أنا باخد رأيي الناس ما باخدش رأيي هو لأنه هو نفسه ساعات للأسف عشان مش مرقي أو مش مدرك بالحواس الخامس إحنا بنستسهل أو بيبقى أسهل علينا أو الطفل الصغير بيكون أصلا أخد فكرته عن نفسه وفكرته عن الله من أولياء أموره صحيح فلو وليه الأمر كان مثلا شايفني أولياء بتخيل أن الله كمان شايفني أولياء حتى مهما انكبرت فبحث أنه الغيرة عدم إحساس بقيمتي الحقيقي اللي هو ممكن يكون عن طريق أن أنا عارفة قيمتي في ربنا إيه وربنا بالنسبة لي رأيه مهم جدا وفي حتة تانية أنا بقوم بالدور اللي علي يعني بقوم مثلا يعني حضرتك مثلا بتشتغل مزيعة ممكن تكون ينكحة في وظيفتك فده بيديلك إيمة مجتمعية في وسط المجتمع ممكن حد يكتسب يتعلم هواية معينة أو مهارة معينة فيبقى مثلا شخص بيلعب بيانو حلو قوي فيروح يعمل حفلات فالناس تتفرج وتستمتع فده يدي له إيمة في وسط المجتمع بس في إيمة مني ما بتتخذش خالص اللي هي مهمة كبيرة حتى لما بقى عجزة وقاعدة على كرسي ستة كبيرة مفيش مني مش قادرة قدي عطاء للمجتمع حتى في الوقت ده أنا ليا إيمة ما بتنزعش مني هي إيمة إن أنا خلقت على صورة الله وفي إيمة المجتمع هو بيديهاني إنه أنا بفيد المجتمع بحاجة لما الإنسان ما بيكونش حاسس بالإيمة دي بيبقى سهل قوي إنه يقع في إحساء مشاعر الغيرة فأنا بحيث إن فيه جزء من الغيرة إنه أنا يعني يا إيمة في حد عنده حاجة مش عندي وأنا نفسي قوي قوي فيها يا إيمة إن أنا عندي إحساس بأن أنا قليلة فبداي لما أي حد يزيد أو أي حد يبقى عنده يعني يزيد مثلا في سراءه يزيد في شهرته يزيد في نجاحه ده بيهددني لأن أنا قريدي عندي أساس قليلة بالإيمة